بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. آآ النهاردة هنتكلم مع بعض او هنفضل مع بعض آآ رمز الشجرة. هنعرف الشجرة ايه معناها? هنعرف معناها بشكل عام. كمان هنعرف معناها للمتدوجة للعزباء للحين وكمان آآ للرجل. اولا الشجرة لما يشوف الرجل انه هو نايم آآ تحت آآ شجرة. اولا بتدل على رزق هيحصل عليه. كمان على اولاد. آآ كمان الشخصي لما يشوف انه هو آآ بيقطع شجرة. آآ والشجرة دي في الحقيقة مسمرة. اولا آآ على مشاكل او خلافات آآ عائلية. آآ كمان ممكن تدل على مشاكل صحية. آآ ممكن يمر بيها الرأي. آآ زراعة زراعة الشجرة. اما يشوف الرأي انه بيزرع شجرة. اولا بتدل على حصوله على اموال او على رزق. كمان من الرموز اللي بتدل على اولاد. وعلى آآ زرية. آآ كمان الرأي لما يشوف شجرة آآ ضخمة شجرة فيها اوراق آآ كتير. فدي آآ بشارة آآ بي آآ طول العمر للرأي. الشجرة الخضرة كمان من الرموز اللي بتدل على آآ التزام وهداية. وآآ كمان بتدل على ان الشخص ده آآ يعني شخص آآ والتزم. آآ كمان لما يشوف الرأي آآ شجرة الورد. او شجرة فيها ورد. آآ فدي آآ بتدل على صلاحها للرأي وكمان على هداية آآ وبطوبة. المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي آآ يعني آآ رؤية الشجرة ليها بشكل عام. آآ فدي من الرموز كمان اللي بتدل على حب ومواده بينها وبين آآ زوجها. كمان لو شافت المرأة المتزوجة ان هي بتسقي آآ شجرة فدي بشارة ليها بحمل. كمان آآ من الرموز اللي بتدل على حدوث شيء هي بتتمنى او هي آآ تسعى عادية. المرأة الحامل لما تشوف آآ شجرة في المنام آآ فدي من الرموز اللي بتدل على انها هتتخطى آآ او هتحصى كمان آآ بتيسير وبراحة آآ وبزوال متاعب او آآ يعني فترة الحمل بتاعتها هتكون فترة ميسرة. كمان من الرموز اللي بتدل على ولادة سهلة وميسرة ليها يعني هتكون خلية من مصاعب او آآ من مشاكل صحية. كمان لو شافت ان هي بتسقي آآ شجرة او ان هي بتزرع آآ شجرة فدي آآ من الرموز اللي بدل على اقتراب معايد آآ ولادتها. الشجرة للرجل كمان آآ لو شاف آآ مسلا شجرة من الشجر مسلا اللي هو شجر العنب او شجر التين او شجر رمون آآ كل دي من الرموز اللي بدل على آآ مكانة وعلى رفع آآ وعلى آآ وعلى فخر آآ هيحصل عليه الرأي. خصوصا كمان لو شاف ان هي كسيفة الاوراق يعني فيها اوراق كتير. لو شاف ان هو كالس تحت آآ شجرة فده آآ يعني من الرموز اللي بدل على تحسن في آآ حالته المادية. آآ كمان لو شاف شجرة كبيرة ومغطية وشجرة فيها اوراق كتير كمان من الرموز اللي بتدل على زيادة الاموال. آآ كمان الشجرة في في المنام كمان بتدل للرجل بتدل على نجاح. وعلى تحقيق ارباح ومكاسب. آآ كمان الشجرة كمان لو شاف ان هو آآ شجرة او بيزرع شجرة فدي بشارة لي بزرية وباولاد. الفتاة العزباء اما تشوف شجرة في المنام. فدي آآ بشارة ليها بالزواج من شخص يعني هيكون دي مكانة هيكون آآ ميسور الحال كمان. كمان الشجرة للفتاة العزباء اما تشوف ان هي جلسة تحت تحت شجرة وشجرة كبيرة ومضللة عليها. فدي خلاص من مشاكل آآ من متاعب من هموم كمان بتدل على راحة وسعادة آآ ليها. كمان الشجرة آآ بشكل عام للفتاة العزباء كمان من الرموز اللي بتدل على نجاحها في حياتها بشكل عام زواء في حياتها العملية او في حياتها الشخصية. كمان الجلوس تحت الشجرة آآ للفتاة العزباء من الرموز اللي بتدل على راحة وعلى سعادة. كمان آآ من الرموز اللي بتدل على استقرارها. اما لو كانت جلسة تحت الشجرة آآ وحاسها ان الدنيا برد او حاسها ببرودة. آآ فده للأسف شوية هي بتفتقد للامان. وبتفتقد للآآ ممكن تكون محتاجة لاستقرار عاطفي او محتاجة انا هي ترتبط. آآ فده آآ احساسها بالبرد. الجلوس تحت الشجرة بشكل عام آآ سواء اللي شاه في الرؤية دي رجل او امرأة. فدي من الرموز اللي بتدل على ان فيه شخص في حياته او هو آآ يعني آآ محتاج شخص في حياته يكون سند لي. آآ كمان آآ من الرموز اللي بتدل على قرب من الله سبحانه وتعالى. وعلى آآ بعض عن المعاصي. كمان آآ من الرموز اللي بتدل على زوال هموم آآ وصعاب وآآ وعقبات ممكن كانت تقابل الرأي. اما آآ رؤية الشجر المقطوع او الشجر الناشف او اليابس. فللأسف بتدل على عدم راحة للرأي كمان على متاعب او على فقر. اما الشجرة اللي فيها او وراء كتير او الشجرة الخضرة فدي من الرموز اللي بتكون آآ محمودة. زي ما قلنا ممكن تدل على اموال على رزق على اولاد على زواج على هداية وصلاح حال آآ للرأي. آآ ده كده باختصار رؤية الشجرة. آآ فسرناها بشكل عام وكمان فسرناها للعزباء للحامل للمتزوجة وكعين للرجل. آآ كمان فسرنا آآ القلوس تحت الشجرة او قطع الشجرة. كمان فسرنا الشجر الاخضر او الشجر اليابس. آآ بتمنى ان يكون الفيديو عكامكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبوه لي تحت وانا ان شاء الله هرود تعجيكم. آآ بشكركم جدا وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة